اشتركوا في القناة من جيل من ديترويت معكم خادم الرب الأخ عطى ميخايل سلام المسيح معكم جميعا أهلا وسهلا بكم إلى برنامجنا الأسبوعي أول شيء بعتذر لأنه شارف في شوية خلل بالإرسال ولكن الآن اللي عم يسمعنا بديترويت عم بسيارته أو ببيته أو بالمعمل تبعه أو بمكتبه في اسمعنا على الإزاعة WNZK 690 واللي قاعد ببيته عنده الفضائي الأرمي أيضا في شاهدنا الآن مباشر في بس مباشر أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج صوت الإنجيل معي خادم الرب دايفي الكريم الأخ توني وي من بيروت أهلا وسهلا بك أخ توني شكرا بس يبدو أنه مش عم بعدنا ماشيين بالخلل ما حدا عم بيقدم الأخ توني على التلفزيون طيب أخ توني أهلا وسهلا بك شكرا السلام الرب معك أهلا وسهلا بك معكم لحيكون عندنا فرصة نسمع كلمة الرب مع الأخ توني بعد شوي ولكن قبل ما نبدأ نسمع كلمة الرب أخ توني عندنا شوية صلوات بدنا نرفع هذا البرنامج بالصلاة ومن ثم بدنا نبدأ بك نسمع كلمة الرب معنا عندي صلاة من أجل أخ بشير صلاة خاصة وأيضا من أجل أخت نجوة وأيضا من أجل أخت مضاهر والأخت أميرة والأخت هالة والأخت أزهار وابن أخونا أدوار أيضا محتاج إلى صلواتنا فنصلي من أجلنا الأحبة نستودع الفضائي ونستودع جميع المشاهدين والمستمعين أينما تواجدوا أمام عرش النعمة حتى الرب يبارك هذا البرنامج تفضل أخونا يا أبانا السماوي ننحني أمامك بكل خشوع وإجلال يا من فتحت أمامنا هذا الباب لكي نستطيع أن نقترب إليك ونقدم لك قبل كل شيء تشكراتنا وعبادتنا ولكي نطلب منك جميع احتياجاتنا أنت الذي وعدتنا أن تعطينا وأن تفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر نشكرك لأنه مكتوب الله لنا ملجأ وقوة عونا في الدقاط وجد شديدا نشكرك يا رب لأنك أنت هو سامع الصلاة الذي إليك يأتي كل بشر نتضرع إليك يا رب لأجل هذه الخدمة لكي يا رب أنت تكللها ببركتك لأنك إذا كنت لا تبارك أنت نعترف أنه تعبنا وعملنا باطل لكن إن كنت أنت تدخل برأفتك وبإحسانك تستطيع أن تعمل العجائب في وسطنا أذكر هذه الخدمة أذكر العاملين فيها والذين يتعبون فيها أنت يا رب تكافئ تعب محبة الجميع بحسب غناك في المجد في المسيح يسوع أذكر جميع المشاهدين والمستمعين نسألك يا رب أن تفتح العيون والأبصار والأذهان لكي يكون هؤلاء جميعهم إلك ويتعرف عليك ويرتم في أحضان محبتك قبل فوات الأوان كما يا رب نذكر أمامك هؤلاء الأشخاص الذين ذكرت أسماءهم لكي تفتقدهم بشفاءك العجيب تفتقدهم بمراحمك وبإحسناتك عبدك الأخ بشير أمتك الإخت أميرة أمتك الإخت أزهار أمتك الإخت نجوة يا رب جميع الأحبة الذين ذكر أمتك هالا وابن عبدك يا رب إدوار الذي طلب أن نصلي من أجله نرجوك أنك أنت تتعامل معهم أجمعين أنت الكريم أنت الذي تعطي بسخاء ولا تعير أنت الرب شافينا أنت وعدتنا وقلت أدعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني نرجوك أنك تنقذ الأحبة وتساعدهم لكي يكونوا شهادي لمجد اسمك في كل ظروف الحياة كمل معنا هذه الخدمة واقبل شكرنا أيها الآب السماوي واستجيب صلواتنا وأدعيتنا التي نرفعها إليك باسم شفيعنا الوحيد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح لك فيه ومعه ومع روحك القدوس الكرامة والمجد إلى الأبد آمين 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 من جديد أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين والمستمعين إلى برنامجكم الأسبوعي صوت الإنجيل من ديترويت معكم خادم الرب أخي عاطة ميخايل خادم كنيسة الشرق الأوسط الكتابية في منطقة ديترويت الكبرى وحقيقة في ناس عم يسمعون الآن على الإزاعة على ال WNZK 690 في منطقة ديترويت الكبرى وفي ناس عم يسمعون عم يشاهدون على التلفزيون في الخمسين ولاية في أمريكا والمكسيك وكندا وأيضا عبر الفضائية كنات البشارة في أوروبا وشرق الأوسط وشمال أفريقيا واللي ما عندوش الفضائية أو ما عندوش الدش هذا فيه شاهدنا أيضا على www.abnset.com www.abnset.com على الانترنت فيك شاهدنا بكل وضوح وبكل بساطة بس ما إلك اللي تعمل العنوان www.abnset.com اليوم عندي شوية إعلانات قبل ما نسمع كلمة الرب بعد ما نسمع الكلمة على فم خادم الرب الأخطوني لح بفتح الخطوط البرنامج مباشر فيه كنت تتصلوا فينا نتواصل مع بعضنا البعض من خلال التليفون وينما كنت موجود التليفون الفضائي 248-416-1300 248-416-1300 أول عشر متصلين أول عشر متصلين بالcontrol room بس ياخدوا الاتصال منك أول اتصال للعشرة له سيدي هدية من الفضائي الأرمية للآخر سيدي للأخ جوزيف نصر الله المرنم جوزيف نصر الله فأول عشر متصلين هدية لكم آخر سيدي للأخ جوزيف نصر الله الأخطوني بقى معنا في ديترويت لآخر الأسبوع اليوم الأحد ليلة عندنا اجتماع في كنيستنا اجتماع خاص مع الأخطوني وعز وبنيان نسمع كلمة الله وحية الساعة 7 مساء اللي ما أخد علم يأخذ علم الآن اللي ما بيعفش المكان يتصل فيه بعطيه الـ direction للكنيسة أهلا وسهلا فيه يوم الجمعة يوم بكرة لا بكرة ما فيش بالكنيسة يوم الجمعة الساعة 7 كمان عنا اجتماع مع الأخطوني في كنيستنا الساعة 7 مساء في هازل بارك فكمان أهلا وسهلا فيكم يوم الأحد الساعة 12 ونص يوم الأحد الساعة 12 ونص من بعد الظهر اجتماع الأخير مع الأخ توني في كنيستنا في ديترويت. ومساء يوم الأحد في كنيستنا في وينزور. كنيست الشرق الأوسط كتابية في مدينة وينزور. فاللي بدوا يعرف كمان الـ direction لكنيست وينزور يتصل فيي. تليفون الخاص 248-703-6565 248-703-6565 أسبوع المقبل إخوتنا في وينزور كندا. أسبوع المقبل يلي عاديين في وينزور سمعوا لي مني أكيد عم بتشاهدوا البرنامج. أسبوع المقبل. يوم الجمعة بتسعة عشر يوم السبت بعشرين يوم الأحد واحد وعشرين جمعة سبت أحد أسبوع المقبل. مش هذا الأسبوع هذا الأسبوع بديترويت. أسبوع اللي بعده أختوني لحيكون جمعة سبت أحد من تسعة عشرين واحد وعشرين في كنيستنا في وينزور ساعة ستة مساء عفوا ساعة سبعة مساء في كنيستنا في وينزور. لبدوا الـ direction كمان يتصل فيه 248-703-6565 أهلا وسهلا فيكم جميعا والآن أختوني عندنا موضوع اليوم موضوع أكتر الناس بتخاف منه. بس نجيب سيرته بيقولك حوش حوش قوعة تحكينا غير السيرة. موضوع مش حلو أبدا هو الموت. الموت بيقول عنه الرسول بولوس عدو. آخر عدو يبطل هو الموت. عزيزي المشاهد والسامة. الموت هو الحقيقة الواقعية الوحيدة. صدقوني. عندما تقف أمام الميت في الفيونيرو الهوم هذا واقع. هذا حقيقة. هذا نهاية كل واحد مننا. كل واحد مننا بانتظاره متران بمتر تحت الأرض. ولكن السؤال هل أنا مستعد؟ وبتعرفوا الموت ما بيحبش حدا يسمع عنه. ولكن صدقوني موضوع برك اللي بيكون محضر حاله قبل فوات الأوان. مثل ما الأخ توني لحيكودك لكي تحضر نفسك في هذا اليوم. لكي تكون مستعد. الكتاب يقول استعد للقاء خالقك. استعد. استعد للقاء. اذكر خالقك في أيام شبابك. استعد. وبيقلنا أيضا الحكيم سليمان في سفر الجامعة قال الزهاب إلى بيت النوح خير من الزهاب إلى بيت الوليمة. شو يعني بيت النوح؟ يعني الفيونرال هوم. بس يموت لنا ميت من حطه بالفيونرال هوم. الأفضل تروع على الفيونرال هوم من أنك تروع على مكان الوينسي وأكل الهواء وطق الحنك والسكر والعربة دي في النهاية تطلع مضيع مخك ومش متعلم شيء ومش مستفيد شيء من الدنيا. ولكن عندما تذهب إلى بيت النوح إلى الفيونرال هوم وتقف أمام رهبة الموت لا شك في رسالة من الله لألك. بيقول لك انتبه. هذه نهاية كل إنسان. ولكن هل انتهى الأمر؟ لا. هل ينتهي الأمر في الموت؟ لا. هذا ما سنسمع عنه اليوم على فم خادمه. خادم الرب الأخ توني. أخ توني تفضل. توسعنا في الموضوع. ويريدة يكون الكلمة تصيب أكبر عدد ممكن من المشاهدين والمستمعين في هذا اليوم. هذا ما نرجوه وما نصلي لأجله أن يلمس الرب قلوبنا وأن يساعدنا أن نكون متأهبين ومستعدين لهذه اللحظة الحاسمة في حياتنا. الموت لا أريد أن أتكلم عن الموت. لأن الموت أمر مسلم به من جميع الناس. ولا أعتقد أنه يوجد إنسان على وجه هذه البسيطة ينكر هذه الحقيقة الموت. لأنه يرى الموت يحصد المئات والألوف والملايين غير مميز بين كبير وصغير بين شيخ وطفل بين غني أو فقير بين متعلم أو أمي أو إلى آخر ما هنالك بين رجل أو أمرأة. الموت ليس حدث نادر الوجود في هذا العالم. بل هذا ما نسمى عنه في كل يوم. ولكن ما أريد أن أتكلم عنه بمعونة الرب هو ماذا بعد الموت؟ أو ما هو مصير الإنسان بعد الموت؟ سؤال طالما شغل بال الكثيرين من الناس والناس حاولوا أن يجدوا له إجابات عديدة متنوعة متناقضة ولكن نحن في هذه الساعة لسنا بصدد أن نسمع ما يقوله الناس عما يوجد بعد الموت ولكن بصدد أن نسمع ما تقوله كلمة الله الصادقة والحية والفعالة والأمينة والتي هي رسالة شخصية ليست دعوة عامة ولكن دعوة خاصة لكل واحد ولكل واحد منها أنت شخصيا معني بهذه الرسالة وكما تفضل الأخاطة وقال كثيرون من الناس لا يحبون أن يسمعوا عن الموت أو عما بعد الموت وربما تكون أنت أيضا أيها المشاهد الكريم أو أيها المستمع الفاضل ربما تكون أنت من هذا النوع وتحاول بعصبية أن تقفل جهاز الراديو أو تغير محطة التليفزيون ولكن مهلا ليتك تعيرني بعض انتباهك وتستمع إلى ما تقوله كلمة الله مصيرك الأبدي يتوقف على تجاوبك مع ما تعلمه كلمة الله فلا تتهاون ولا تتصرف بغير مسئولي ولا بعدم مبالات بل أرجوك أن تكون متعقلا في هذا الموضوع لألا تضيع الفرصة منك إلى الأبد ماذا بعد الموت أو ما هو مصير الإنسان بعد الموت لهذا الغرض أود أن أقرأ لك ما قاله الرب يسوع المسيح له المجد في إنجيل لوقة الأصحاح السادس عشر ومن العدد التاسع عشر قال كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبز وهو يتناعم كل يوم مترفها وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتاة الساقط من مائدة الغني بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم ومات الغني أيضا ودفن فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه فنادى وقال يا أبي إبراهيم ارحمني وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب فقال إبراهيم يبني اذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلاية والآن هو يتعز وأنت تتعذب وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت حتى إن الذين يريدون العبور منها هنا إليكم لا يقدرون ولا الذين من هناك يجتازون إلينا فقال أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي لأن لي خمسة إخوة حتى يشهد لهم لكي لا يأتهم أيضا إلى موضع العذاب هذا قال له إبراهيم عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم فقال لا يا أبي إبراهيم بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون فقال له إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون آمين هذه الكلمات التي قالها الرب يسوع له المجد هي ليست مثلا من واقع أو من نسج الخيال بل هي قصة حقيقية واقعية يقول أيوب في السفر الذي يحمل اسمه في سفر أيوب والأصحاح السادس والعشرون والعدد السادس الهاوية الهاوية عريانا قدامه والهلاك ليس له غطاء الرب يسوع الهاوية عريانا قدامه والهاوية والهلاك ليس له غطاء ويؤكد هذه الحقيقة سليمان الملك الحكيم فقال في سفر الأمثال والأصحاح الخامس عشر والعدد الحادي عشر الهاوية والهلاك أمام الرب كم بالحري قلوب بني آدم الله يعرف ليس قلوبنا يعرف قلوبنا تماما وإن كنت تنجح أن تخفي حقيقة قلبك عن الرب لكن الرب يعرف قلبك إذا كانت الهاوية والهلاك أمام عيني قلبك أبسط بكثير أن يكون أمام عيني الرب والرب يكشف لنا ويخبرنا ليس عن ما يجري في هذه الحياة فقط بل ما يجري وراء هذه الحياة لأنها أمامه مكشوفة وعريانة وليس خليقة غير ظاهرة قدامه بل كل شيء عريان ومكشوف أمام عيني ذلك الذي معه أمرنا الرب يسوع تكلم في هذه القصة الحقيقية عن إنسانين الأول غني يلبس الأرجوان والبز ويتنعم ويترف والثاني مسكين اسمه لعازر مضروب بالقروح يشتهي أن يشبع من الفتاة الساقط من مائدة الغني وأريد قبل كل شيء أن يكون هذا الأمر واضح عندك ليس كل غني يذهب إلى الهلاك وليس كل مسكين أو فقير يذهب إلى السماء لكن الذي يذهب إلى الهلاك هو الخاطئ الغير مستعد والغير مغتسل بدم يسوع سواء كان غنيا أم فقيرا واللي بيروح إلى السماء هو الشخص المغتسل بدم يسوع ولا يوجد طريقة أو وسيلة أو أي شيء آخر يؤهل الإنسان إلا عمل الرب يسوع على الصليب فسواء كان غني أو فقير مغسول بدم يسوع له الحياة الأبدية فهذا الغني كان يلبس كان يتنعم كان يترفى كما هو الحال مع الكثيرين الذين يصرفون حياتهم في المآكل في الولائم في الأندية الليلية في أندية القمار في المراقز في الحفلات الصاخبة وبالنسبة لهم هذه الحياة في مثل يقول اللي بالأبر ما في منه كتر منه بيعرفوا أنه ما فيه بالأبر رأس ما فيه أغاني ما فيه سكر ما فيه خطي فالناس بحاولوا أنه يعبوا ولكن مسكين اسمه لعازر والرب لم يهمل اسمه لأنه الرب بيعرف أسماء خاصته مش ما بيعرف اسم الغني بيعرف أسماء كل بني البشر اللي على وجه الأرض لكن ما بيذكر إلا اسم اللي هو بخصه واسمه لعازر اللي بيعني هالاسم الله عوني عمعونتي عند الرب اتكالي على الرب مع كل مسكنته مع كل فكره كان متكل على الرب وهيدا المسكين يوم من الايام بتوفي المنية فمات المسكين ولاحظ أنه ما ذكر أي عمل دفن عمل له كما يجب مثل ما بتعرف يمكن جمعية خيرية يمكن البلدية يمكن أشخاص حملوا أخدوا ودفنوا لكن كان له دفن غير مرئي كان له معاملة خاصة اجت الملائكة من السماء وحملته إلى حضن إبراهيم وينيجاله وطوبة إله ومش بس المسكين مات مش بس الفقير بموت مش بس معدوم الحال بموت كل إنسان في هالدني هو معرض للموت الغني والفقير يتلاقيان هيك بقول لكتاب المؤدس صانعهما كليهما الرب ويقول ومات الغني أيضا ودفن لما دفن يعني عملوله دفن لائق به دفن الأغنياء دعوله يعني رجال الدين بمرتبات متنوعة ومختلفة دعوله وجوه البلد وشخصيات مرموقة لأن الغني أمامه مشى الكثيرون ووراءه أيضا لأن الكتاب يقول أن الغنى يكثر الأصحاب والفقير منفصل عن قريبه لكن شو بينفعوك كثرة الأصحاب بقول أيضا المكثر الأصحاب يخرب نفسه لكن يوجد محب ألزق من الأخ أنت لست بحاجة إلى أصحاب كثيرين أنت بحاجة إلى محب واحد الذي هو الرب يسوع الأصحاب الكثيرين قد يبكون عليك أياما قليلة ويحملونك إلى المدفن ويعملون من قيمتك كما يقولون ولكن يدعونك في القبر وبعد أيام قليلة تتبخر من مخيلتهم ومن أفكارهم ومن ذاكرتهم أما الرب يسوع المحب فيسير معك في هذه الحياة وعندما تشتاز في وادي ظل الموت هو يكون معك لكي يأخذك إلى الحياة الأبدية فمات المسكين الغني أيضا ودفن شو صار ما في ملائكي رفع عينيه في الهاوية في موضع العذاب ورأى إبراهيم من بعيد واليعازر في حضنه نادى عرفه عرف هذا إبراهيم هذا أبونا اللي بسميه الكتاب أبو المؤمنين هذا هو الرجل اللي تحدرنا منه اللي الرب وعده مواعيد عظيمي جدا بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض هذا إبراهيم أبوي وهذا اللي في حضنه مين لعاصر جاري جاري الرضا اللي ما كان ما تروح عنده بابي مضروح بالقروح نادى نادى الرب عم يعطيك صورة عن المستقبل عن حياتك يا من تعيش في الخطي ويا من لا تحسب حساب للموت نادى وقال له يا أبي إبراهيم ارحمني أنا ابنك وانت أبي ارحمني ومين قال لك بعد الموت في رحمي يا من أنت متكل يا من أنت خصصت مبالغ تضعها في أماكن العبادة أو تسلمها إلى رجال الاختصاص كما يدعوهم لكي يؤمنوا لك أبديتك لكي يصلوا من أجلك اعلم يقينا بعد أن تغمد عينيك عن هذا العالم لا يعود ينفعك لا صلاة ولا رحمة ما في رحمة الرحمة إلك أنت طيب قال له ارحمني وأرسل لعازر شو شو طلب أرسل لعازر بيعرفني وبعرفه ليبل طرف أصبعه بماء مش أصبعه طرف أصبعه شوفوا قديش كان عطشان شوفوا قديش كان متعذب شوفوا ما أصعب العذاب الرب يسوع عم بيتكلم الله الخالق عم بيتكلم اللي خلقك وعطاك نسمة الحياة ما عم بيغشك ما عم بيخوفك ما مقصص للتخويف والتسلاي هذه من أجل خلاص نفسك الخالدي قال له يبل طرف أصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب بكفيك طرف بل إذا طرف أصبعه بالماء شو قال له إبراهيم قال له تكرم عينك بس طرف رح أبعط لك كوب ماء رح أبعط لك داله باء رح أمد لك نربيش وأصطل لا قال له أذكر يا ابني ما تنكر إله أنت ابني أنت من نسلي أنت من ذريتي أنت من أحد أصباط بني إسرائيل الاثنين عشر أنت من هالعالم أذكر 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 يا ابني أنك استوفيت خيراتك في حياتك ولعاظر كذلك البلاية والآن هو يتعز وأنت تتعذب يا عزيز السامع يا عزيز المشاهد بعد هذه الحياة بعد الموت إما أن تذهب إلى موضع العذاب وإما أن تمضي إلى موضع التعسية وأنت الذي تختار وأنت الذي تقرر أين تريد أن تقضي أبديتك وأين تذهب بعد هذه الحياة وبعد الموت وليس ذلك فقط بل أضاف إبراهيم يقول له وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت وهذا برهان واضح وأكيد لا يوجد موضع ثالث لا يوجد موضع ثالث لا يوجد ما يسمى المطهر أبدا عندما تغمض عينيك إما أن تكون مع رب وإما أن تكون في موضع العذاب نقي واختار أرر واختار وأرجو أن تختار الصواب في هوة عظيمة حتى قد أثبتت أي غير قابل للتغيير حتى إن الذين يريدون العبور منها هنا إليكم لا يقدرون وهل تتصور أن أحدا في حض إبراهيم في مكان التعزية يحب أن يذهب إلى موضع العذاب لماذا ربما تتصور أن هناك رجل يشاهد زوجته في موضع العذاب أو ابنه أو ابنته أو امرأة تشوف ابنها أو أختها أو أمة أو بية انتهى الأمر ما حدا يقدر ينزل ولا أحد من عندكم ولا الذي من هناك يجتهزون إلينا قضية الأمر أرجوك أن تكون عاقلا وأن تكون حكيما مع نفسك واختر وخذ الخيار الصائب الصحيح وعندما أجاب إبراهيم هكذا لهذا الرجل الغني ماذا قال له صار عنده حنان عنده عاطفي ع أخته قال له أنت عطشان قال له لما كنت طيب كانت أنهار ماء الحياة تجري من حواليك لماذا لم تشرب منها مش سامع شو بقول بإشعية خمسة وخمسين يمكن بقول له لا مش سامع ما كنت تقرأ الكتاب لم أدس ما كنت تروح إلى المجمع وتسمع النبوات بقول أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه يمكن كنت تقول أنت لا أنا من يا عطشان أنا عندي 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 كفا والذي ليس له فضة أكيد هالدعوة مش لألي لأن أنا عندي فضة كتير ودهب كتير أنا غني لكن اسمع شو قال لماذا تزينون فضتكم لغير خبز وتعبكم لغير شبع أنت عندك فضة ودهب لكن مش عم بيشبعوك مهما أنفقت ومهما عملت ومهما سويت أنت إنسان محتاج أنت إنسان تفتقر إلى المحبة إلى السلام إلى البهج إلى السعادة لا يمكن أن تلاقيها في هالعالم ليش مقبلت ليه ما سمعت كلمة الرب قالوا عندي خمس أخوي قال لهم بعات لي عازر لا عندهم على البيت حتى يشهد لهم يقول لهم أنه في سماء وفي جهنم في هاوي في موضع عذاب في موضع تعزي شو قال له إبراهيم لم يرد عليه أبدا بل قال له عندهم الكتاب المقدس عندهم موسى والأنبياء ماذا يعني بموسى والأنبياء عندهم الكتاب المقدس هل عندك الكتاب المقدس هل تقرأ في الكتاب المقدس ربما تقرأ الجرائد والمجلات والقصص التي لا تنفع لكن اقرأ الكتاب المقدس ادرس كلمة الله بروح الصلاة بروح الجدية والاهتمام والرب يعطيك خلاص نفسك عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم صدق الكتاب لا نحن في مثل منقول مين راح وإجا وخبر يعني مين ذهب إلى ما بعد الموت ورجع وخبرنا شو فيه ما فيش لزوم كلمة الله بتقول هيك بتصدقها في خلاص ما بتصدقها عم تحكم على نفسك بالهلاك قال له قال له لا يا أبتي بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون يعني شخص راح وإجا شيء أكيد قال له قال له إبراهيم إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون بتصدق هالكلم بتقول لا مش معقول تتذكر لي عازر من بيت عنيا اللي أقاموا الرب يسوع صار كتير يهود يروحوا ويقاموا بيسوع بسبب لكن شو عملوا اليهود أرادوا أن يقتلوا لعازر لك لا يؤمن الناس بيسوع عجيبي شخص ميت له أربعة أيام بالقبر وأقاموا الرب يسوع لكن الناس رفضوا يعني عزيزي المشاهد أو المستمع ليس أمامك إلا كلمة الله اقرأها اعرف محبة الله وما عمله يسوع على الصليب من أجلك مجيء المسيح لم يكن باطلا لكن جاء خصيصا ومات على الصليب لكي ينجيك من الهاوية ومن الهلاك الأبدي ولكي يفتح لك طريق الخلاص طريق الحياة الأبدي هل تسمع له هل تقبله الرب يباركك ويعطيك هذه الأمين آمين آمين شكرا يا أخ توني الرب يباركك سمعنا أحبائي أن الله يعلم خفيات القلوب من الداخل ليس بس بيعرف قلبك بيعرف الزوايا جوه المخفية أنت مش بتعرفها وبيعرفها بيعرف كل شيء وأيضا سمعنا عن الموت هذا العدو آخر عدو بيقول عنه الرسول بولوس يبطل هو الموت ويسميه أيوب ملك الأهوال ملك الأهوال مخيف جدا مرعب مرعب ولكن نشكر الله ما توقف الأمر عند الموت توقف إلى ما بعض القبر ما بعض الموت ففي مجال في واحدة من اثنين في خيار من اثنين أوعة تخلي حدا يتدحك عليك أوعة تخلي حدا يعني يفلسف لك الأمور أبدا في واحدة من اثنين يا طالع الفو ينازل تحت مثل ما سمعنا وبين فوقه تحت في هو عظيمة كده أثبتت اللي فوق ما فيه ينزل واللي تحت ما فيش يطلع فهون يدبر حالك الرحمة مش للميتين عطول اللي بيموت واحد يقول له الله يرحمه الله يرحمه الرحمة مش للميتين الرحمة للطيبين فإنسان بعد ما طالما فيه رمق حياة المجال مفتوح لقاله أنه يجي للرب ويسلم حياته بعد بيروح من العالم انتهى الأمر فهذا الأمر لازم الإنسان يقف أمامه وقف التأمل وياخده على محمل الجلد مثل ما سمعنا من الحكيم سليمان الزهاب إلى بيت النوح خير من الزهاب إلى بيت الوليمة بيت النوح بيت الموت نشوف الميت هناك نقف وقف التأمل لاش؟ لأنه جاي دورنا وكل واحد جاي دوره فإذا إجا الموت رب يطول بعمركم كلكم رب يحميكم يحفظكم ولكن إذا إجا الموت بغتي والريح اسأل نفسك هذا السؤال الرب يسوع المسيح بيقول لك الحق الحق أكل لكم من يسمع كلامي ويؤمن باللذي أرسلني له حياة أبدية ولن يأتي إلى دينون بل قد انتقل من الموت إلى الحياة بمجرد ما تضع ثقتك في عمل المسيح الكفاري الكامل اللي عمله على الصليب وفي شخصه المبارك تنال الحياة الأبدية من يسمع كلامي ويؤمن باللذي أرسل له حياة له حياة أبدية تعال عند الرب خد هذه الحياة وعندما تأخذ هذه الحياة بتعيش بتصيبها هون وبتصيبها هونيك بتصيبها مرتان يا طيب يا حلو قل له يا رب اعطيني حياتك الأبدية بيعطيك حياة أبدية حياته بتصير لألك بيقول الكتاب صرنا الشركاء الطبيعة الإلهية فبيعطيك حياته وبنفس الوقت بيعطيك حياة أفضل على هذه الأرض أما أنا فقد أتيت لكي يكون لهم حياة أي حياة أبدية وليكون لهم حياة أفضل على هذه الأرض خد اتنين صيبها مرتان صيبها هون وصيبها بالآخرة ولا بيفوتك الكتار ما تسمحش أنه يفوتك الكتار ويداهمك الموت وإنت مش مأمن حياتك الأبدية تعال عند الرب يسوع مسيح سلم حياتك مرة وإلى أبد الأبدين أمين نأخذ وقف صغيرة ونأخذ ترنيمة ومن ثم نرجع لكم أعزائي المشاهدين والمستمعين ويا فرحتي بالحبيب يا فرحتين اثنين يا فرحة بالنجاة من ثقلة لحمالة والثانية يا الربع بسداد الدين طاب الهنى والفرح والقلب غنالة ويا فرحتي بالحبيب يا فرحتين اثنين ويا فرحتي بالحبيب يا فرحتين اثنين يا فرحة بالنجاة من ثقلة لحمالة والثانية يا الربع بسداد الدين طاب الهنى والفرح والقلب غنالة يا سعشل عني كل أحماله يا سعشل عني كل أحماله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة درجة نبدي ما يسوعنا يا زين يلي صليبك عفا عن شينا لفعالة يلي بحبك أبيت إلا تزيح الشين واتطهرنا القلب من كثرة لوحالة يا زين يسعي شلعني كل لحمالة يسعي شلعني كل لحمالة ويا نجمة بسمة يمن على لي فوق اليوم باعتقد بس في منطقة ديترويت الكبرى تليفون الفضائي 248-416-1300 248-416-1300 وباعتقد للساعة أربعة بس لح تقدروا تتصلوا فينا واللي أنهم ما حدا يشاهدنا على التلفزيون فبس يسمعون من على عبر الإزاعة على WNZK 690 تليفون الفضائي 248-416-1300 248-416-1300 وناخد اتصال أول أبو كمال تفضل مرحبا خطر ببارككم أهلا أبو كمال شكرا شكرا يا حبيبي مؤتمر عظيم جدا كان صح أخذها بالنسبة للغني تسمى كتاب الغني إن شاء النقطة من فوق تسمى الغبي هي نقطة واحدة والإنسان نقطة واحدة إذا يقبل رب يسول مسيح رح يودي للسماء وإذا ما يقبل رح يروح للجهنم فالكثيرين من الناس يستهزؤون بالكلمة الجهنم يقولنا نحن رح نروح يم أبد الهاب وهم كالثوم ومارشوم بس ما يعرفون أنه حياتهم رح تكون في جهنم ما يعرفون شوها جهنم يقول نارهم لا ينطفي ودودهم لا يموت يعني أنا أتعجب من الناس يستهزؤون نعم وربي باركك على الكلمة شكرا يا أبو كمال وين تشوفني أنت على الفضائي أو تسمع على الإزاعة لا دع أسمع بس بالتلفون بس هتقبل إسمع موجود بس مرنم تسمح لي شوي أنت عم تسمعني هل أني وين على الإزاعة أو على التلفزيون لا دع أسمع كالدقيقة خليفتح الإذاعة تلفزيون بس مرنم التلفزيون لأنه عندنا عطل بالتلفزيون سنضل بس لساعة أربعة اليوم نبس هذا البرنامج لأنه مش لحن نكمل للأربعة ونص لأنه في عطل بالبس بالإرسال فمنكمل بس للساعة أربعة شكرا يا أبو كمال عندي كمال على الخط كمال تفضل مساء الله خير أهلا مساء النور سؤالي في ما يخص أنه هذا المساء يقول الغني يسأل أبونا إبراهيم هل أبونا إبراهيم يرمز إلى الله نفسه وثاني سؤالي أنه نعرف ما يوجد إتصال بين الفردوس وجهنم كيف تعليق بالموضوع عنه أنا لقد قال نفس الفصل ولكن لم يفتهم الرب يقفض بإبراهيم أعرف أنه أبو أمي أو العقبي شكرا يا كما الأختوني لحي جاوبك أكيد سؤالين هل إبراهيم يرمز إلى الله وهل هناك اتصال بين الهاوية والفردوس لحي جاوبك لحي جاوبك الأختوني شكرا كلا إبراهيم لا يرمز إلى الله ولكن إبراهيم كان عنده نسل روحي ونسل جسدي والكتاب يقول ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد بل بإسحاق يدعى لك نسل أي أولاد الموعد هم أولاد ويحنى المعمدان قال أيضا ما تفتكروا تقولوا لنا إبراهيم أبا لأن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم ففي أولاد جسديين هلكوا وفي أولاد روحيين اللي آمنوا مثل إبراهيم وصاروا في خطوات إيمان أبينا إبراهيم أما بخصوص الاتصال بين الهاوية وحضن إبراهيم في العهد القديم نعم كان موجود والكتاب بخبرنا عن هاوية بسميها الهاوية السفلة اللي هي مقر نفوس الخطاط فكان في اتصال وهذا يمكن بحث ما نستطيع نحكيه بهالوقت الأصير ولكن نشكر الله لأجل ما كتب لأجل تعليمنا شكرا يا سامي نذكركم أعزائي المشاهدين لك كمال عندي سامي على الخط الآن سامي تفضل نعم ممكن تقول لي من رأى موسى يستلم الوصايا من الله ومن رأى موسى يتكلم مع الله الشجرة بالعلاقة التي تحترق من رأى موسى يتكلم إلى الله ومن رأى موسى يستلم الوصايا يستلم الوصايا ولا أحد كان مع موسى عندما رأى العلاقة هذا ما أخبر نبيه موسى مسوقا من الروح القدس ومن يريد أن يقبل فليقبل ومن لا يريد أن لا يقبل هو حر ودم وعلى رأسه يجب أن نعرف يا حبيبي سامي بأن الكتاب المقدس هو وحي إلهي تكلم أنيس الله القدسين مسوقين من الروح القدس يعني ما كتب هذه القصتين عن موسى هو هو كتبها نعم حسب التاريخ موسى كان كان من أكبر غدارين لقبائل اللي حواليه كان شو كان من أكبر الغدارين للقبائل اللي حواليه كان يغزوهم وفي المدنة كان يعتبرهم عائلته وثم قتلهم من بعد ذلك من أين جاي بدأ الخبر يا سامي يا حبيبي بالتاريخ أي تاريخ أي تاريخ عن موسى تاريخ الكتب بس مش الانجيل فقط تاريخ عن موسى كان يغزو كل الدول اللي حواليه حبيبي موسى أولا ما كان يغزي حدا موسى كان مختبئ لأربعين سنة بعد ما ترك مصر وأصر فرعون اختبأ كان عمره أربعين سنة واختبأ في برية مديان ولمدة أربعين سنة وعندما أطلقوا الرب للخدمة كان عمره ثمانين سنة ولا مرة بالتاريخ سمعنا أول مرة بنسمع هذا الاتهام عن رجل الله العظيم موسى وعلى كل لماذا المسيح كان يعمل تجارب قدام العالم كله وهو كان يعملها بخفية هذا المسيح لا يعمل تجارب المسيح يعمل معجزات حبيبي سامي عزيزي شوف حبيبي برسالة العبرانيين سامي حبيبي سمعلي شوي أنت حضرتك ببدك تستفيد أنت حضرتك بدك بس تعمل شوية مجادلة حبيبي كتاب يقول ينبغي أن الذي يأتي إلى الله يؤمن أنه موجود مع أنك أنت مش شايف ولكن كتاب يعلمنا الوحي الإله يعلمنا أن موسى تكلم مع الله كان كليم الله فإذا موسى تكلم مع الله نحن نصدق أعترف بالمسيح والإنجيل العاد الجديد ولكن أنت تقول القرآن 95% ما أخذ من التوراة أنت شجابك في الزيت دغري من موسى للقرآن يا سامي يا حبيبي ركز على نقطة وحدي أنت شو بدك تعرف من سؤالك هل الله كلم موسى كلمة الله بتقلنا الله كلم موسى هل الله تكلم مع موسى من عليقة تحترط الكتاب يقول الله تكلم مع موسى من كتاب يحترق ومن له أذنان للسمع فليسمع بتسمع أنت الربحان لا تسمع لا تسمع لا تسمع الله يباركك يا حبيبي إذا إذا لا تسمع إذا لا تسمع لشو بتخانقنا إذا إذا لا تسمع يا سامي لشو بتخانق عندي عبد النور عبد النور تفضل أخباسم حبيبي أنت على الهوى أخباسم تصرف على المكتب من فضلك عبد النور عنا لكان حبيبي لو سؤالك للمنفع الشخصي لألك أو لغيرك من المشاهدين والمستمعين كان تمام ولكن يبدو بس عندك وقت بدك تهدره وعم تتصل فينا معلاش لابد ما الرب يعمل في قلبك بطريقة أو بأخرى وإن شاء الله من صلي لك يا سامي حتى الرب يعمل بقلبك لا تؤمن بموسى تؤمن بالمسيح هذا من حتى حر ولكن كتاب الرب يسوع بإلنا فتشوا الكتب التي تظنون أن لكم فيها حياة أبرياء وهي كلها تشهد لي أي كتب كتب اللي كتب موسى وأنبياء الله فتشها إلك حياة أبدي في هذه الكتب تماما في شخص الرب يسوع المسيح نحن بعد عندنا خمس دقائق في مجال ناخد اتصال أو نختم البرنامج بالترنيمي ختمية ولكن ذكركم الليلة نحن مع الأخ توني الساعة سبعة مساء في كنيستنا في هايزل بارك أهلا وسهلا بكم بيحب يجي ما بيعافش الديركشن يتصل فيه 248-703-6565 وأيضا يوم الجمعة ويوم الأحد يوم الجمعة الساعة سبعة مساء ويوم الأحد ساعة 12 ونص مساء عفوا بعد الظهر مع الأخ توني هذه فترة ديترويت أو الفرصة اللي لنا مع الأخ توني في ديترويت ومن ثم أسبوع اللي بعده في كنيستنا في وينزور يوم الجمعة 19 السبت 20 والأحد 21 كمان لبدو التفاصيل أكتر يستفسر عن الأمر يتصل فيه 248-703-6565 وأرجو لكم ملء البركة ولإلهنا كل المجد من الآن إلى دهر الدهور آمين آمين أحتاج لك وأجري عليك وتحميني وأشبع أمان وأنا بين يديك مخبيني أحتاج إليك وأجري عليك وتحميني وأشبع أمان وأنا بين يديك مخبيني ولو مشيت في وسط مو تبقى رجاية منقفي ولو بحور الدنيا هاجد على شراعي ومركبي هفضل معك يا ملكي يا ملكي مرت سنين وشفت فيك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة